ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبضة على الشاب والفتاة مرتكب الفعل الفاضح بالطريق العام أعلى كبري بالقاهرة حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو التقط شخص بهاتفه المحمول لشاب وفتاة يمارسان فعلا فاضح أعلى كبري في الطريق العام وأظهر مقطع الفيديو الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام وقيمه بأفعال منافية للأداب مع الفتاة أعلى إحد الكباري تمكنت نيابة من ضبطهم وبادرت باختار نجد الطفل واستجوبت الشاب والفتاة فيما نسب إليهم من اتهام فأقرب ارتكابهم الفعل المخل الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزهما بالقاهرة لما بينهم من علاقة عاطفية وأشار إلى وقوع هذا الفعل منذ إبريل الماضي نافيين علمهم بالشخص القائم على التصوير أو النشر وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سابلهم إذ ما سدت كل منهما ضمونا ماليا قدره ألف جنيه وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي وبين قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات وتحدث الفنان أحمد العوضي في منشور له من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا الستر من صفات الله ملك الملوك هو السطار ولولا ستر الله علينا ما طابت الحياة قلنا بنطلب من ربنا الستر لما بندعي بنقول لحد ربنا يسترها عليك وعلينا ووجه العوضي رسالة إلى كل رواد السوشيال ميديا قائلا موضوع الودو البت على الكبري مش موضوع كوميدي يجوز فيه إننا نهزر ده فتح حتى لو هم اللي فضحوا نفسهم وجبنا إحنا إننا نسطر ونعد الموضوع لكن التركيز عليه ونشر الصور هو فتح ودي مش أخلقنا ياريتنا تروى ونفهم إننا كلنا ربنا سترنا فلو ربنا شل ستره عن بني آدم افهم إن في لحظة ممكن الستر يتشل من عليك ربنا يسترها علينا وعليكم وعلى كل إخوتنا